نروح بعد كده لماتشات امبارح هنبدأ بمباراة مصر المقصة امام الانتاج الحربي انتهت زي ما كنا نعارفين بالتعادل واحد واحد واعتقدناها نتيجة عادلة وفقا لسير المباراة كانت مباراة قوية كانت مباراة قوية جدا جدا دوني يا جماعة دوني كناكت عندي هنا مفضلكم لا مش عندي طيب العبوها من عندكم يلا العبوها من عندكم مش عندي ناخد الاول مصر المقصة امام الانتاج الحربي تقدم الاول فريق الانتاج الحربي بهدف حلو قوي قوي محمد بزوكا روعة روعة احمد شديد انوي بص الاتقان يا جماعة بتاع الاوفر اوفر وفقا لكلام الكرة دوة دوة يعني انتيبيوتك بص الجمال مش عايزة حاج والله ما عايزة حاج ولما تشوفها على الطبيعة مناشن احمد شديد انوي انا هتكلم عليه دلوقتي عمل اوفر روعة الروعة عنده ما شاء الله ناشن كا في رجل الشمال ناشن كا يعني بيحط سن نملة الدبانة مزبوط تمام تمام في وسط الهدف وبتروح الكرة زي ما هو عايز بالملي بالملي دا كان الهدف الخاص من تاجر حربي عمر مرعي المجتهد جدا من عرضية عاصم سعيد بيستطيع ان هو يتعادل في دي اربعة وسبعين عاصم سعيد من ناحية مين عمالها عرضية ولمسها وهي جاية حطها في البعيدة هناك على يمين الحارس حلوة اوي حلوة اوي 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 والحي عمر مرعي يعني بيتطور بسرعة الساروخ يعني هو اول ما بدأ الحيئة يعني مع فريق مصر مقصة كان بيجري كتير بس على الفاضي تكلم بصراحة يعني يعني بيجري كتير هنا وهنا 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 بس ما تحسوش عنده انتاج حقيقي ماتشي بالذات بتاعي مبارح دا تشعر كمان في هدف ملغي على فكر نشوف ورينا برضو الهدف الملغي ورينا الهدف الملغي هدف برضو المصر مقصة ملغي بداعي التسلل طبعا عملت من ناحية اليمين واضي العرضية هي ويعني هنا البييرو ياه يعني دا ما يلقى لكن طبعا متسلل لانه دا معدي برجل الحقيقة يعني تسلل فعلا دا كان شمس بيكلي ارجع واقول عمر مرعي من مباراة مبارح مش بس انه جاب الجنة الحلوة قوي دا باحساس مهاجم حلو لكن كل تحركاته في الملعب ولمساته كانت في منتهى الدقاب رافي عمر واستمر على كده مبارح انت لو رجعت كده شريط ذكريات مبارح تلمست الكرة كتير والتسعين في المية من لمساتك كانت لمسات مؤثرة واهديت اكتر من فرصة للتهديف فانا بحييك الحياة على المباراة الامس اشتركوا في القناة